صعب تلاقي فنانة ونجمة وصغيرة في السن يتخلي الفن صغيرة جدا جدا واخدتي بطولات وأدوار متشافة على الشاشة في سنة صغيرة جدا فأدواء الشهرة أكيد بتجنن أي فنان أو فنانة فكونك تتخلي عشان تربي حد ده بيوضح إن في شخصيتي في جزء عاطفي بزيادة صح؟ الحمد لله وكمان هي النجومية نفسها لها فتنة يعني ناس كتير ناس ناطجين وكبار في السن ممكن ما يقدروش يتغلبوا على الفتنة بتاعتها إنك تلاقي الناس كلها بتسقفلك ومعجبة بيكي وبتحبك فتخلي ده على حد بقى كمان صغير في السن أو في السن المراهقة بتبقى فتنتها أكبر صحيح بس الحمد لله ربنا نجاني يعني الحمد لله عدت منها أنا خير الحمد لله دايما على خير طب أنا هرجع وراء شوية لأن البدايات كانت ونتي صغيرة جدا والوقت اللي بدأتي فيه يعني دلوقتي في عصرنا الحالي والسوشيال ميديا ومعطيات العصر الحديث زي ما بيقولوا بأي حد ممكن يطلع على الشاشة لكن في وقت ما ظهرتي مش أي حد لازم أبوه لازم موهبة لازم حاجات كتير كده بتكون في الحد اللي بيطلع على الشاشة لشان الناس تتقبلوا البداية جات منين؟ جات صدفة برضو ولا كنتي حبة الموضوع وبتروحي أماكن معينة؟ بداية الفن خالص لا هو أنا كنت ابنة وحيدة والدي الله يرحمه هو والدتي كانوا السبب في أن هم بيدعموني وكنت في برامج الأطفال في قناة اسكندريا أنا اسكندرانية أصلا أنا كنت يعني باربي بتاعتهم يعني بنت وحيدة وجدت بعد وقت كبير سنين فعايزيني أقولي كل الحاجات الممكنة يعني فبدأت في برامج الأطفال في اسكندريا وبعدين برامج الأطفال في تلفزيون القاهرة وبعدين عملت مسلسل اسمه حضرة المحترم حضرة المحترم كان بطولة الفنان أشرف عبدالباقي وأنا كنت عاملة دور أكبر مني في السنة بكتير أنا كنت صغيرة والدور كان أكبر مني مكبرك مكبرني جدا وكان في مراحل فده المسلسل اللي شافني فيه الأستاذ نور الشريف واخترني منه للحاج متولد طبعا عائلة الحاج متولدة وقفة ونقلة لأن ده بعد والناس كلها في شرع المصر يعرفتك ده اختياره يعني عايزة عرف تحكيلي كده بقى تفاصيله من أول اختياره لما أستاذ نور الشريف الله يرحمه شافك لحد لما عملتيه وتفاصيله لحد بعدها وانتي ماشي في الشارع هو أنا كنت محظوزة برضو أن أنا قبلها عملت مسلسل سوق العصر والمخرج الأستاذ الكبير هاني اسماعيل اخترني في دور نجاة الرومانسي نجاته ومنصور مع الفنان الجميل أحمد عبد العزيز اللي كان فتى أحلام كل بنات مصر صحيح وصول العصر كان مكسطر الدنيا بالضبط وكمان سبحان الله أنا ما كنتش مترشحة في الدور ده في الأول كنت مترشحة في دور تاني في المسلسل في نفس المسلسل وصول العصر كان قبل عائلة الحاج متولي يعني صوق العصر ده اللي بعده كان الانطلاق والشهرة بالضبط وبعدها يعني أنا خدت السيناريو وجيت أقرأت دور اللي كنت مترشحة فيه كنت مترشحة في دور تاني غير ده وإحنا ممكن نقول هو عد عليه سنين يعني ممكن هو كان فيه غادة عبد الرازق شوق آه لأ بس ما كانش ده دوري دور تانية بس هي زميلة عزيزة على قلبي وحبيبتي يعني فما تظنش أنه فيه مشكلة هو كان دور نبيلة اللي عملته الفنانة أميرة العادي آه جميلة أميرة العادي دور نبيلة كان دور لطيف وهي بنت الفنان محمود ياسين في المسلسل ودور لطيف جدا وكان هيبقى علامة لأن هي بتتقلب في نص المسلسل وتبقى شريرة ومتسلطة آه بس أنا طول ما أنا مسكل سكريت مش حاسة أنه إيه عيني بتروح على كلام نجاته على مشاهد نجاته مش عارف أخرج برا فكلمت الأستاذ هاني قلت له يا فندم أنا ما قريتش الدور رشحني فيه لإني مش عارف أقرأه عيني بتروح للكلام نجاته وكان كلام ده في حضور الأستاذ محمد جريع عبدالقوي المؤلف قال لي يا بنتي أولا النجات دي شخصية رمزية يعني نجات دي هي طوق النجاة بالنسبة للبطل ونجات دي مراتي وبنتي تطلح إن مراته اسمها نجاته وعنده بنت اسمها نجاته فقال لي الشخصية دي مسئولية ومش أي حد هيعملها ولازم اللي يعملها يكون حد أقرب للملائكة بتروح أنا حسيها واللهي أنا حسة إن أنا نجات إن أنا ملائك وإن أنا مرسة إن أنا نجات طيب سبحان الله يعني ربنا أراد إنه هي تكون آيكون فعلا هي بالنسبة لي الناس لغاية دلوقتي بيفتكروا الدور ده وبيتكلموا عنه الحمد لله الحمد لله أنه حسنًا